بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد طلابها العزاء طلاب صف سادس اليوم إن شاء الله مع درس جديد من دروس مادة الحديث وهو بعنوان حقوق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نريد اليوم شباب أن نعرف حقوق أهل بيت النبي أولا يا شباب من أهم الحقوق لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حق الموالى والمحبة بمعنى إيش يا شباب فتجب محبتهم لإيمانهم واجب علينا أن نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لإيمانهم بالنبي وتجب محبتهم واجب علينا محبتهم ليش يا شباب لقرابتهم من رسول الله لأنهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر فضائلهم لازم نذكر فضائل أهل بيت النبي يا شباب ويعتبر حبهم إيمانا وبغضهم نفاقا حبك لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد إيمانا يا شباب واللي بيبغض ويكره أهل البيت هذا منافق والعياذ بالله مشروعية الصلاة عليهم في التشاهد آخر الصلاة وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مشروع لنا يا شباب في الصلاة أن نحن نصلي على النبي وعلى أهل بيته في التشاهد اللي بيكون في آخر الصلاة وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وورد ذلك يا شباب في صيغة الصلاة الإبراهيمية بعد التشاهد وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأيضا من حقوقهم شباب حق الخمس حيث تحرم الزكاة والصدق عليهم الزكاة والصدق محرم عليهم شباب ليش؟ فذلك لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ فيعطون من خمس الغناء علشان نكرمهم يا شباب وننزاهم عن الأوساخ فيعطون من خمس الغناء بيأخذوا من الغناء من الخمس يا شباب وعند عدم الخمس لضعف المسلمين أو لعدم قيام بيت المال فتجوز لهم الصدق ولما بيكون المسلمين في حالة ضعف أو لعدم قيام بيت المال بذلك بتجوز لهم الصدق اليقين الجازم نكون متأكدين تماما بأن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذراته هو أشرف أنساب العرب قطب أشرف أنساب العرب جميعا هو نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نمازج يا شباب اللي بتدل على محبة الصحابة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي سيدنا أبو بكر يقول أني قرابة سيدنا محمد أحب إليه من أنه يصل قرابته عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم قال ارقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيت يعني خافوا الله في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن عقب بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شبيه بعلي وعلي يضحك يعني يقول أني سيدنا الحسن رضي الله عنه يشبه النبي ولا يشبه أبوه سيدنا علي وسيدنا علي يضحك على هذا الموقف عن أنس رضي الله عنه وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قعتوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب بمعنى إذا حدث قحت ولم ينزل المطر كان يجعل العباس ابن عبد المطلب يستسقي لهم أي يطلب منه الدعاء لعل الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم المطر فقال اللهم إنا كنا نتوسر إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسر إليك بعم نبينا فسقنا قال فيسقون وبالفعل كان لما يستسقي لهم سيدنا العباس ابن عبد المطلب كان ينزل عليهم المطر لما أجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على تدوين الديوان وذلك في المحرم سنة عشرين لما بدأ يا شباب سيدنا عمر ينشئ ديوان ليكتب فيه أسماء الناس بدأ ببني هاشم في الدعوة ثم الأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان القوم إذا استوه في القرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أهل السابقة حتى انتهى إلى الأنصار وده طبعا دليل واضح شباب على ما كان يكنه أبو بكر وعمر وجميع الصحابة من المحبة لأهل بيت النبي والود والاحترام وقيامهم بذلك يا شباب وقيام الصحابة بحقهم الشرعي النشاط الأول من خلال النمازج التي مرت في حب الصحابة رضي الله عنهم لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أدلل على محبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأهل البيت أول ذليل على حب سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر لأهل البيت أولا قال أبو بكر رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي أخرجه البخاري وعن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحتوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن يطلب منه الدعاء فقال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا قال فيسقون النشاط الثاني يا شباب أحب أهل بيت النبي أو أحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أختار أحد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكتب بعض المواقف التي فعلها نصرة لدين الله اختصارا للقصة دي يا شباب من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي قال في يوم فتح خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يدي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله النبي قال للصحابة بكرة سيعطي الراية لشخص يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله طبعا لما أصبحوا تاني يوم يا شباب أعطى الراية لمن؟ لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا له أنه يشتكي عينيه الصحابة قالوا للرسول أن سيدنا علي بيشتكي من عينيه كانت عينيه تؤلمه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين سيدنا علي بسق بمعنى وضع من ريقه الشريف في عين سيدنا علي فشفيت بإذن الله عين سيدنا علي ورجعت سليمة كأنه لم يوجد بها شيء وهذه من المعجزات المشهورة للنبي صلى الله عليه وسلم في شفاء الناس وأعطى لسيدنا علي الراية وفتح الله على يديه حصن خيبر وهذا يدل على عظم مكانة سيدنا علي بن أبي طالب نتعلم من هذا الدرس يا شباب أظهر محبتي لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشعروا قدر أهل بيت نبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءة الصلاة الإبراهيمية بعد التشهر وفي النهاية أرجو منكم أن تقوموا بحل التقويم على هذا الدرس في صفحة 109 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا